قد تكون بداية نهاية لنظام بوتين هزيمة القوات الروسية في إقليم خاركف محللون من نيويورك تايمز مقتنعون بذلك فلقد دمرت القوات المسلحة الأوكرانية مرة أخرى أسطورة الجيش الروسي والتي تستند إليها صورة ديكتاتور الكريملين سيفقد تلك الشرعية الشعبية سيئة السمع التي اعتمد عليها لما يقرب من عشرين عاما من حكمه طالب نواب في بلدية موسكو باستقالات بوتين يقولون أنه لم يفي بيعوده الانتخابية وبدل من ذلك أعاد روسيا عشرين عاما للوراء لم يحصل مضاعفة إجمالي الناتج المحلي ولم يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى الأرقام المعلنة لقد بدأ الخوف من روسيا وكراهياتها مرة أخرى نحن نهدد العالم كله من جديد بالأسلحة النووية وها هم النواب من سانت بوترسبورغ موطني بوتين يريدون من مجلس الدومة أن يتهم ديكتاتور الكريملين بالخيانة إن وحدات جاهزة للقتال في الجيش الروسي تدمر ويموت الشباب الأصحاء ويصبحون معاقين والاقتصاد الروسي يعاني ونعتبر أن قرار الرئيس بوتين ببدء عملية عسكرية خاصة يضر بأمن روسيا ومواطنيها حتى رمضان قاديروف مساعد بوتين غير راض عن الأخطاء العسكرية الفاتحة بعد أن حرر المقاتلون الأوكرانيون بلتليا في إقليم خاركف انتقد قاديروف وزارة الدفاع وهدد بإطلاع بوتين على كل شيء في الكريملين يستمرون في إقناع أنفسهم وسكان روسيا بعدم وجود خسائر وأن هروبهم من إقليم خاركف ما هو إلا إعادة تجميع للقوات لكن وكالة بلومبرغ تعتقد أنه بعد هذا الإذلال يمكن لنظام بوتين أن يكرر تاريخ الاتحاد السوبيتي إن الإذلال الذي واجهوه في أفغانستان ساهم في انهيار الاتحاد السوبيتي وبوتين يدرك ذلك جيدا من خلال مواجهة الظروف المتغيرة لقواته في أوكرانيا إلا أن الخبراء يستبعدون الانهيار الكامل لنظام بوتين في المستقبل المنظور على الرغم من الخطوة التي أقدم عليها نواب البلديات وسياء الشعب الذي كان سابقا موال للكريملين فالخطر الحقيقي لبوتين يكمن في شعبه من المهم فهم جوهر نظام بوتين فهو لا يكمن فقط في حقيقة أنه هو الحاكم الوحيد والسلطوي للاتحاد الروسي بل أنه أصبح الصورة الرمزية لتلك المجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون حقا كل وسائل التحكم بالسلطة وإذا كان من المتوقع أن يتعرض بوتين للخطر من شخص ما فسيكون ذلك من تلك الحاشية يمكن مقارنة ذلك بالتاريخ الروسي الحديث لإزاحة بريجنيب لخروششوف شركاء بوتين الآن في حالة انتظار ويحاولون التكيف مع الحياة في ظل العقوبات والسطار الحديدي ويغدون الروس بمقاطع فيديو دعائية عن روس التي لا تقر لكن مع زيادة ضغط العقوبات وتكبد هزائم جديدة على الجبهة سيصبح احتواء الصغط الشعبي أمرا أكثر صعوبة